اشتركوا في القناة المؤتمر الصحفي هذا يتناول اعمال جلسة مجلس الوزراء لليوم هذا الاجتماع كان حقيقة مهم لسبب موضوعات تطرقنا لها وايضا لنقطة اساسية اخرى سوف اتناولها بعد قليل بدأ رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظم يحديث عن التطورات في البلد يعني نحن نسمع ونرى ونراقب ونتحدث عن تظاهرات مشروعة تظاهرات اغلبها سلمية ايضا تظاهرات اخذ الطابع مطلبي اجتماعات مستمرة مع المتظاهرين هنا وهناك نحاول ان نجيب اجبنا على قسم من عدهة ولكن ايضا نرى من الجانب الاخر تصاعد نغمة وشحنة من العنف حقيقة هذا بدأ يقلقنا هذه الشحنة من العنف بدأت تظهر وكأنما من متمرسين يهاجمون تارتنا القوات الامنية او مباني عامة هذا اعتقد الحكومة سوف لا تسمح به بقدر تفهمنا لكل مطالب ابناء شعبنا بقدر ايضا تفاعلنا الاجابة معاها بقدر نقدنا للموروث الكبير الذي تم فيما بعد ولكن الفوضى التي اصبحت مهنة لدى البعض والعدمية ليس افق للشباب ولا افق لنا كحكومة مرفوض فنحن نحاول بالحوار نحاول بالاقناع وان كفت الامور بطبيعة الحالة الحكومة تتحمل مسؤوليتها وبالتالي يتم تطبيق القانون هيبة الدولة قضية اساسية بما فيه للمتظاهرين عندما يريدون ان يتفاوضوا حول وظائف حول فضاءات اقتصادية تفتح يجب ان يتفاوضوا مع طرف ذو مصداقية لا ارى هناك طرف ذو مصداقية غير الدولة دولة ذات هيبة دولة ذات قدرة دولة تستطيع ان تتصرف بشفافية وجدية مع مواردها الاقتصادية وبمسؤولية وترسم الى المستقبل وبالتالي عملية اضعاف الدولة وتقديمها بانها قزم ولا تستطيع ان تحمي المواطنين هذه قضية مضرة بنا جميعا ومضرة بهم بالمتظاهرين ايضا رئيس الوزارة توقف ايضا حول بقاء في بعض الاحيان اجتداد الممارسات البيروقراطية حقيقة المعيقة في احيان كثيرة نحاول ان نخلق بعض المبادرات هنا وهناك اقتصادية اجتماعية نواجه دائما بالبيروقراطية المتجذرة في داخل مؤسسات الدولة نحاول منذ يوم جئنا الى المسؤولية في هذه الحكومة ان نخفف من وطأتها ان نخفف من وقعها ولكن نرى بانه العديد من هذه الممارسات تعيق تقدمنا الى الامام جرى الحديث والتوقف خاصة من قبل رئيس الوزارة عند هذه النقطة بانه نعم احنا لا احد في العراق وخارج العراق يعرف وقع البيروقراطية واثارها السلبية ولكن اصبحت عاق وكابح كبير بطبيعة الحال اجتماع مجلس الوزارة توقف كالعادة عند تطور انتشار كوفيد 19 كوفيد 19 الكورونا الاخبار المفرحة نسبيا بانه في الايام الخمسة الماضية نسبة الاصابات اقل بكثير من نسبة الشفاعة هذا الشيء حقيقة يبعث على الفرح بس باردة اقول الاطمئنان لانه كورونا تقريبا لا زال يظهر هنا وينتشر بشكل اخر كل انواع العقار الموجودة العقاقير عفوا كل انواع العقاقير الموجودة في العالم الادوية ليست تماما هي مية بالمية مضمونة ولكن وزارة الصحة استوردتها ووفرتها في الداخل العراقي نحن لسنا متأخرون على ما هو موجود في الخارج ولكن نسبة الابحاث في المختبرات والجامعات والدولية هي غير قادرة لإيجاد هذا الدواء الذي يقينا من هذا الوباء نحن على قناة انه نشاط الدولي اينما كان عاجلا او ااجلا سوف يصل من هنا الى تلك اللحظة علينا ان نكون حذرين ليس هناك شيء اخر اكثر اهمية من كمامات الفواصل الاجتماعية فيما بيننا هذا اعتقد هو اكثر شيء من الممكن ان يكون متاح في الاونة الاخيرة رغم التاريخ اللي كان موجود كانت هناك مراسم محرم وعاشراء وملائين من الناس كانوا موجودين في الشارع رغم دعوة المرجعية والمؤسسات الصحية ولكن الناس نزلوا بعفوية الى الشارع وزارة الصحة واكبت ذلك ووفرت لهم كمامات مجانا في يوم عشرة محرم عاشراء وزعت بحدود اربعمائة وخمسين الف كمامة مجانا على الزوار النقطة الثالثة التي تم التوقف عندها مرة اخرى وهذا ليس استغراب بالنسبة لكم قضية الكهرباء ولكن الجديد نحن تقريبا على وشك ان نودع الصيف لا نتعامل مع ملف الكهرباء بانه ملف نتنفس السعداء تخلصنا منه لهذا الموسم وسوف نتركه للاخرين او لنا لا نتعامل معه بمسؤولية في هذا المجال ايضا رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ايضا توقفوا حقيقة عند صيانة خاصة المحطات بشكل اساسي التي عملت بطاقة في بعض الاحيان اكثر من قدرتها تخصيص اموال التعاون بين المالية والكهرباء ايضا صيانة هذه المحطات مع شركات اجنبية تم التوقف عند هذه النقطة والحاجة للمواصلة بشكل اساسي من قبل رئيس الوزراء شخصيا في هذا المجال ايضا وزير النفط اقترح على مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء على برنامج بناء منشآت عملاقة لاستثمار الغازي صالح شركة غاز البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم ايضا وافق رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على قرار للبدء بتنفيذ مشروع استثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب يوم احنا في الغالب الناس في الداخل والخارج تتحدث عن العراق باعتباره قدرة وقوة نفطية ولكن ننسى في اكثر الاحيان بانه العراق ايضا قوة غازية للأسف في مجال الغاز الى اليوم كان هناك نوع من الهدر في بعض احيان حرق هذا يؤدي الى تبذير هائل وفي نفس الوقت تلوث للبيئة منذ فترة وبشكل اساسي منذ الاشهر الاخيرة تم التسريع في هذا المجال داخليا وفي تعاقد مع شركات عملاقة خارجية بتحويل العراق الى منتج للغاز للاستفادة الداخلية خاصة محطاتنا الاساسية تعتمد على الغاز لانتاج الكهرباء وايضا في نفس الوقت لهم لا غدا او بعد غد يتم التفكير بتصدير الغاز الى العالم القريب من عدنه والبعيد ايضا هذا الاجتماع كالسماعات الاخرى رئيس الوزراء دائما يتوجه الى الوزراء بالبحث عن الفساد الرواتب المزدوجة التلاعب على القانون التبذير في المال العام هذه امانة برقبتنا وبشكل اساسي مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية وارقام قدمت ايضا في وزارات عديدة هناك خمسة الاف هنا الى اخره سوف تتم متابعة هذه الملفات وبالتالي علاجها قانونيا لتعود الاموال الى الخزينة العامة وبالتالي ايضا لصرفها في مكانات ذات اهمية خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية خلق فرص للتوظيف نحن نسمع نسمع صيحات الشباب الاخرين للمطالبة التعيين هنا وهناك نقطة اخرى ايضا توقف عندها مجلس الوزراء هي قضية القطاع الزراعي ايضا العراق بلد زراعي خلال سنوات تعرض هذا القطاع الى شيء من الاذى نتيجة فتح الحدود رفع القمارك هناك كانت رغبة عند البعض في اضعاف هذا القطاع لانهم يعتمدون بشكل مفتعل ومصطنع على ارباح نتيجة استيراد من بلدان اخرى الحمد لله القطاع الزراعي منذ ثلاث اربع سنوات الى الان في شيء من التعافي واليوم لدينا تقريبا فالنوع من الاكتفاء في مجالات الحبوب ومحاصيل اخرى ولكن الجانب المالي لتعويض هؤلاء الفلاحين قد تأخر وبالتالي قد يعرض الفلاحين والموسم القادم الى خطورة مجلس الوزراء دعا الى تكليف لجنة والعمل بشكل عاجل لإيجاد حلول سريعة ماليا لالفلاحين في هذا القطاع انتم تعرفون ربما بانه في هذا القطاع حوالي اربعين بالمئة من الايد العاملة العراقية تعمل ان كان بشكل مباشر او غير مباشر ليس فقط في زراعة في الحقول ولكن كل ما يتعلق نحن نسميه بالصناع الزراعية هذا اليوم كان مهم في مجلس الوزراء ليس فقط لمناقشة مجموعة مشاريع وقرارات واجراءات وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور حسن ناظم قدم مقترح بعد دراسة مستفيضة في داخل الوزارة على هامشها وعبرة الكثير من المختصين المؤرخين المثقفين لاقتراح يوم وطني للعراق انتم تعرفون من عام 2003 الى اليوم ليس هناك يوم وطني هناك عطا رسمية وليس هناك يوم وطني لنحتفل فيه بعض الأحيان توقف على التواريخ السابقة قد مضت وهناك خلط قد يبدو غريب بأن العراق في هذه المنطقة من العالم وجدت تاريخ يعني كتابة التاريخ صناعة التاريخ وجدت الكتابة الدولة المدينة التجارة ذات المسافات البعيدة تقنية الزراع الري وحتى في القرن العشرين لدينا بعض التواريخ ولكن لم نصل الى اتفاق ماذا يجمع العراقين في يوم ما ليقولوا نحن نقدر ان نجد هويتنا كلحظة وكتطور في هذا اليوم او في هذه المناسبة في الغالب كانت الخلافات سياسية وفلسفية وروحية المقترح وزارة الثقافة بانه ضمن التواريخ المتاحة لدينا من نهاية الحرب العالمية الاولى عن العراق الحديث والى اليوم هناك بعض التواريخ ربما التواريخ ما بعد 63 من الصعب تبنيها بفعل ارتباطها بالدكتاتورية السابقة عام 58 ثورة 14 تموز البعض يقول عنها انقلاب هناك جدل الى اخره البعض يرى بانها ليست اللحظة من الممكن ان يتواجد او يتآلف حولها العراقيون هناك حس شعبي زيها وهناك نفس رسمي وهناك حوار اكاديمي بقى لدينا تاريخ 32 وعام 21 وعام 20 عام 20 ثورة العشرين مهمة في الوجدان العام وفي المخيال الشعبي العراقي ولكنها كانت محسورة في منطقة ما ايضا رغم بعدها الوطني عام 21 قضية مهمة نعم جرى فيها تنصيب الملك فيصل الاول باعتبارها اول عائل على العراق الحديث وظهور الدولة الحديثة ولكنها ارتفطت اكثر بتتويج الملك فيصل من الحدث الاساسي لظهور الدولة العراقية الحديثة هكذا قدمها وزير الثقافة يبقى هناك تاريخ ثالث هو 32 معادة لانسحاب وجلاء القوات الاجنبية وبالتالي دخول العراق الى عصبة الامام واعتراف العالم بالعراق كبلد مستقل ربما هذا التاريخ يجمع اكثر حوله عدد من العراقيين قد يجل الكثير من العراقيين معنى هذا اليوم هذا التاريخ على المدارس عليكم على الصحافة على المؤسسات الثقافية على المثقفين مؤرخين ان يتوقفوا عند هذا التاريخ وبالتالي سيكون هناك حوار في البرلمان حول هذا المقترح الذي صوت عليه مجلس الوزراء ليقدمه كقانون الى البرلمان واعتباره اليوم الوطني للعراق بطبيعة الحال لا تم قرهارة سوف نعمل ايضا فيما بعد لإيجاد نشيد وطني الى العراق سوف يكون هناك حوار وهذا صحي ومفيد جدا ولكن ما هو غير مقبول بأنه بلد بهذا العمق التاريخ الذي انا تحدث عنه ليس لديه الى اليوم عيد وطني هذا يعني مقدار الجدل اللي موجود مقدار الانقسام الذي وجد في السابق هناك قناعة لدى العراقين بأنه من الممكنة الذهاب خطوة الى الامام وان يجدوا نفسهم تحت مظلة وطنية تحت مظلة مواطنة جامعة يأخذون من هذا التاريخ او ذاك اشياء تشكل هويتهم الشخصية والجمعية هذه كانت النقاط التي تم تداولها في اجتماع اليوم لمجلس الوزراء والمجال المفتوح الان لكم لأربعة خمسة اسئلة وانا حاضر اذا اقدر اجاوب عليها دكتور السلام عليكم حسن فواز مراسل قناة العراقية الاخبارية نتحدث دكتور عن زيارة الرئيس الفرنسي يوم غد ما هي ابرز الملفات التي سيبحثها الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء وايضا الشقة ثانية ولو اطيل عليه على حضرتك هل تم تحديد موعد لزيارة رئيس الوزراء الى المملكة العربية السعودية شكرا جزيلا ما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي هو الان موجود في لبنان وحقيقة هو رجع بعد شهر علاقات الفرنسية اللبنانية قديمة تاريخية علاقات فرنسا مع العراق تمتدي الى سنوات الستين ولكن بشكل اساسي سنوات السبعين منذ فترة قصيرة هناك فالنوع من الحماوة اخذت في هذه الحماوة يعني بشكل ايجابي بين باريس وبغداد خلال شهر واحد ثلاث زيارات مهمة كان هنا جون ايفلوت غيون يعني هو وزير خارجية فرنسا قبل ثلاثة ايام او اربعة فلورانس بارلي هي وزيرة الجيوش الفرنسية والان جاء ماكرون الفكرة كانت قديمة عند ماكرون حقيقة كان يود زيارة المنطقة والعراق بشكل اساسي منذ ايلول الماضي اتجلت الى ديسمبر نتيجة الاحداث اللي كانت في العراق اجلت في كل مرة عدا هذه الرغبة الرسمية هناك تقديرات في العالم وفي فرنسا بانه العراق بدأ يعود العراق بدأ يلعب دور في المنطقة العراق بلد مهم فمن الممكن بناء جسور للتعاون الاقتصادي السياسي مع العراق بالبداية هي تقاربات سياسية وامنية فرنسا تشارك مع العراق في الحرب ضد الارهاب وضد داعش ساعدتنا في تدريب بعض قواتنا وكانت معانا في عمليات تحرير الموصل وشمال غرب العراق ولكن فرنسا كاي بلد آخر تحاول ان تستفيد من علاقاتها مع العراق وبلدان المنطقة ببناء جسور اقتصادية مع العراق لماذا التركيز على العراق ربما ربما وهذا اجتهاد مني ربما لانه للعراق علاقات جيدة ومنفتحة ومنفتحة مع بلدان المنطقة من يكسب علاقات ايجابية مع العراق دون تحويله الى ناصية خصومة من الممكن ان يتواصل مع بلدان المنطقة باختلاف توجهتها من هنا انا اعتقد بانه العراق اليوم وغدا سوف يكتسب اهمية من ناحية موقعه تأثيره علاقاته المنفتحة يلعب دور حياد ايجابي في هذا المجال نعم ان الممكن ان ان تكون لفرنسا الرؤية مستقبلية جيدة اذا علاقاتها مع العراق ما يتعلق بالزيارة الى المملكة العربية السعودية كان هنا وزير خارجي السعودي كان هنا وزراء التواصل مستمر وموجود احنا اجندتنا شوية اصبحت يعني مكتظر فترة المهاضية زيارات خارجية ووضع داخلي نحاول ان نجيب على بعض الاسئلة العلاقات جيدة وده تتطور بشكل مستمر اكيد في المستقبل القريب سوف تكون هناك زيارات ايضا الى المملكة العربية السعودية ومن السعودية الى العراق سؤال اخر وعليكم السلام محمد الشمر مراسقنات النجبار الفضائية محمد الشمر مراسقنات النجبار الفضائية دكتور اذا تسمح لي بسؤال قصيرات انا اسأل يعني متى سيطبق رئيس الوزراء العراقي قرار مجلس النواب الذي صوت والزم رئيس الوزراء باخراج كافة القوات الاجنبية من العراق طبعا نحن غير معنين بابلاغ واشنطن خلال زيارته رئيس الوزراء الى واشنطن عن نيتها الانسحاب لمدة عامين او اكثر انا اسأل عن قرار اعلى سلطة تشريعية في العراق وقرار مجلس النواب السؤال الثاني يعني تابعنا تحركات سيد رئيس الوزراء باتجاه المنافذ الحدودية وتم السيطرة عليها في وسط وجنوب العراق وارسال قوة عسكرية لكنه توقف باتجاه منافذ الشمال طبعا تعتبر هناك ستة منافذ رئيسية ومهمة توقف عن داخل منفذ جنوبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ما يتعلق ببقاء القوات الاجنبية في داخل العراق الموضوع هذا طرح وقيل وتم الحديث عنه منذ منهاج الوزاري لهذه الحكومة وفيما بعد هذه القوات كانت موجودة في داخل العراق ليس فقط تم دعوتها بل تم شرعنتها الدبلوماسيين وحمايتها منذ فترة الفين وارباطعش وإلى الآن ما قامت بحكومة الحالية هو إعادة طرح تواجد هذه القوات الدولية في داخل العراق والتباحث معها والحوار على أساس بقاء ضمن حاجة العراق لهذا الموضوع الأطراف السياسية الأخرى بما فيه البيت الشيعي هم تناولوا إيجابيا هذا الشيء وأنا سمعت وقريت بيانات ردود فعل هنا وهناك في هذا الموضوع الشيء الثاني ما تتحدث عن القرار قرار مجلس النواب الذي صدر حقيقة هو قرار بالجانب القانوني يجب البحث اثنين في لحظة التي صدر فيها كان الحضور لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعد الوطني الشيء الثالث المرجعيات الروحية والدينية بما فيه مرجعيات بالنجف أيضا كان لهم رأي حاجة العراق إلى المساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات بقدر ما هي حاجة نحن نقدرها لوضع البلد فبالتالي عندما تكون هناك حكومة غير مستقيلة عندما تكون حكومة أساسا تم التصويت عليها شعبيا ولديها كل قوام الشرعية عن ذلك يتم التفاعل مع البرلمان والرأي العام لرسم صورة لما هو حاجة البلد فيما بعد نعم نحن نعمل على تقوية سيادة العراق وهذه قضية أساسية بالنسبة لنا ليس هناك سياسي عراقي يتطرق لسيادة العراق وهيبة الدولة بقدر رئيس وزراء الحالي أطمئن لذلك في داخل البيت الأبيض بما فيه الرئيس الأمريكي يتحدث بأنه بقاء القوات الأمريكية سوف لا يدوم أكثر من ثلاث سنوات وهذه أيضا نقطة إيجابية هذه دليل تعافي جانب العراقي ولكن إن كنا نحتاج إلى مساعدة دولية من هنا وهناك بلدان أقليمية ودولية نعم نحن أحرارا نتوجه ونطلب المساعدة بالجانب التدريب شراء السلاح إلى آخره السؤال الآخر المنافذ الحدودية للعراق آلاف كيلومترات مع بلدان الجوار الأكثر اكتظاظا حقيقة هي الحدود الشرقية لأسباب عملية وتوفر قوات نحن بدأنا من هنا ولكن أيضا لدينا اتفاقات ولدينا نوع من التقرب إلى جانب إقليم كردستان لإيجاد نوع من التعامل لضبط الحدود والقمارك في هذه المناطق هذه جزء من المدخول العراقي العام وبالتالي يجب أن يكون جزء من الموازنة وما سوف نقسمه على الجميع بما فيه على الإقليم بدأنا في هذه المنطقة بدأنا مع الموانئ قبلها بدأنا في المنطقة الغربية ونحاول أن نوسع ذلك في هذا المجال سوف لا نستني نقطة ما في العراق وعلى حدوده الخارجية في هذا الموضوع سؤال آخر سلام عليكم عمر هشام وقالت نينا للأنباء بخصوص المسألة ما يحدث بمسألة السلاح ومقترحات شراء السلاح من العشائر من أجل ضبط السلاح وتخصيص أو تحديده ضمن نطاق الدولة أين وصلت الحكومة وهل هناك مقترحات قدمت من المزارات معنية أو مسؤولين أمنيين بشكل خاص حول هذا الموضوع شكرا جزينا نعم موضوع العشائر والسلاح المنفلت وعدم الأمن في بعض المناطق حقيقة السلاح المنفلت ليس فقط بأيدي العشائر في بعض مجموآت أيضا لديها سلاح وأفراد أيضا لديهم سلاح ومجاميع محلية أيضا الإشكالية مطروحة في مناطق عديدة ولكن في الأون الأخيرة قبل مجيء من حكومة السيد الكاظمي رأينا في النوع من التراخي هنا وهناك من ناحية وجود وقوة الدولة السياسة والتوازن العسكري واستخدام العنف لا يحب الفراخ عندما تنسح بالدولة من مكان ما في أطراف معينة تملي هذا الفراخ مر عشائر وبالتالي هذه التصحب إلى خصومات محلية وتؤذي التواجد الاقتصادي في بعض رحيان الدولي لدينا بعض الإشكاليات مثل ما تعرفون بين القرنة وميسان وفي داخل ميسان وأيضا في المناطق الغربية بل وصلت قسم من عدها إلى حد أبواب بغداد ليس بدرجة يقلق توازن النظام ولكن يقلق المواطن في بعض الأحيان مواطن تواقع أن يكون هناك قانون ودولة وحكومة ومحاكم وإذا بيفتصل معها ولا تنتهي الأمور دائما بنزاعات محلية تؤدي بعض الأحيان إلى خسائر حقيقة مؤذية وتراجيدية العشائر في داخل المجتمع العراقي أنتم تعرفون هذه وحدات اجتماعية في بعض الأحيان ذات بعد سياسي متكرسة بالثقافة العراقية هي موجودة تاريخيا تقوى في بعض الأحيان وتضعف ولكنها ضعفت منذ عام 58 إلى اليوم العشائر هي موجودة على المستوى كمنظومة اجتماعية ولكن كوحدة سياسية تدير أرض لم تعد بذلك معني العشائر ليس لديها سيادة لإدارة منطقة الذي لديه سيادة لإدارة منطقة هي الدولة وبالتالي أبناء العشائر هم مواطنون وعليهم أن يحتكموا إلى القانون قضية السلاحة الموجود بيد العشائر نعم في بعض الأحيان غير مقبول كيف نحاول أن نجمع هذه الأسلحة أولا يجب أن نقوي الدولة يجب على كل الأطراف أن تحترم الدولة والقانون بما في المتظاهرين الجماعات الأخرى تقوية الدولة هي ضمانة النقطة الثانية بأنه نحاول أن نضغط منذ سنوات أيضا صدر القانون بأنه بعض الممارسات التي تخرج عن العرف بما فيه عرف العشائر سموا أن هذه الممارسات ممكن ملاحقتها بأربع أرهاب في وقتها لا زال هذا الأمر جاري النقطة الثالثة إذا كانت هذه الممارسات هنا وهناك قد تهدد الأمن العام ومصالح العراق الاقتصادية العليا لا عند ذاك الوقت الدولة سوف لا تسمع بذلك مثلا في بعض الأحيان تحصل نزاعات خطيرة بجنب حقول كبيرة وعملاقة 80 إلى 90% من أعدة مول الميزانية العراقية سوف لا نسمع بالمساس بهذه الحقول وهذه الإبكانيات الاقتصادية الكبيرة والأساسية للعراق نحن أمام حالة هي اجتماعية موروثة في بعض الأحيان تستخدم في بعض الأحيان تهول إلى الآن ممكن السيطرة عليها ولكن هنا وهناك بدت تمس حياة واستقرار المواطن ونحن نرى عندما نسأل ما هو المطلوب المواطن يقول رجوع الدولة أكثر العشيرة قيمة اجتماعية تاريخية من الممكن احترامها ولكن العشيرة ليست أفق المجتمعات الحديثة الحديثة ليست أفق العالم الذي يعيش العولمة الاتصالات الهائلة شركات العملاقة التعليم المتقدم من الممكن للعشيرة أن تتكيف مع كل ذلك ولكن العشيرة تتبع للدولة وليس العشيرة تعشرنا الدولة وبالتالي نحن أمام هذا الواقع بطبيعة الحال نأخذها كواقع موضوعي ولكن نحاول أن نبقي على الأساسيات في دارة هذا المجتمع قانون الدستور هيبة الدولة البرلمان المواطن مجتمع مدني وأيضا احترام كل المكونات الموجودة في داخل العراق العشار موجودة ولكن فرقوا بين شيء هناك عشائر وهناك عشائرية العراق يديره قانون ودستور وليس العشائرية في العراق في عشائر نعم لا نخلط بين الشيئين العشائرية ليس دستور العراق هناك عشار في داخل العراق وهناك فرق كبير بين هذا وذاك مع شكر جزيل وأنا أحمد ملط لا يراكم في المرة القادمة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر